كابتن مصر وندي الزمالك كابتن الشام بياه كان اللي بقوله ألف مليون مبروكة كابتن الشام والسعاداء والله بوجودك وبالانتصار وبالتتويج الحمد لله كان يوم عيد مبارح مبارح عيد حب وكان الحب خلي مبارح الزمالك انت عارف دائما الحب بقى فيه مرة دي ورد المجد الزمالك قسر وقدة الأعياد مبارح الزمالك عامل وماتش حلو قوي يعني يمكن أنا بقول الضغط أو الوضع الجماهيري اللي كان موجود هناك فتح نفس اللعيبة يمكن أنا قبل قبل من سافر كان زمالك في حالة يمكن ماتشاط بالدوري كان كان فيه معاناة شوية بعض المباريات وأداء غير مخنع شوية لبعض النجوم لكن مبارح اللعيبة كانوا مطلعين أحلى حاجة عندهم يعني نتمنى أنه دايما أنهم يبقوا كده لكن عايزة أقول إيه الجنل اللي جيه في أول دقيقة فرق مع فرق ناس الزمالك التواجد الجماهيري طبعا نقول استقبال الرائع اللي قد حافز للعيبة وإحنا بلتكلم أن دي بنسبة ستين في المية بتبقى عامل فوز مهم جدا يعني أنا مش عايزة أقول مية في المية لأن اللعب برضو ليه جزء بيقوم به دور الواجبات والتفاهم والأداء داخل الملعب والتركيبة والتركيز حاجات كتير جدا عوامل مفروض أنها بتبقى موجودة فعايزة أقول إن مبارح اللي عيبة الزمالك تفوقت على نفسها في كل حاجة في الأداء الجماعي يعني حتى الروح موجودة كانت تحس كده النادي الزمالك كان بلعب بروح جديدة شوية كانوا مقاتلين والله كابتن شوية مبارح آه مقاتلين بالزبط فأنا عايزة أقول إن إحنا مبارح تفوقنا أداءاً وشكلاً مبارح من المبارات اللي تلعبت حتى الشوت الأولاني تبرج على 3-4 فرص اللي جم لنادي الزمالك تحس إنك إنت مبارح بتلعب من المشات اللي بتلعب في أوروبا كان أداء سريع الشكل الملعب جميل اللعيبة متوزعة صحة التحركات كانت جميلة الدخول لمطقة الجزاء واستعداد اللاعب اللي بيبقى رايح عايز يلعب كرة عرضية فبيحطها في المكان السليم تبصت لقيتها دخولات من لعبة الترج مبارح منعت أكتر من هدف في مباراة كانت شكلها وقع جداً اللعيبة يعني عايز أقول إنها خرجت لأول مرة أحس إن مبارح النهاردة اكتمل النمو الفني عند اللعيبة مبارح وكمان اللي ساعد أكتر وأكتر مبارح كمان سوء الحالة الدفاعية عند فرقة الترج برضو نحية الدفاعية كانت عندهم كانت وحشة برضو وكان فيه تفوق دفاعي عندنا مع لعيبي الترجي إنهم عندهم المجموعة الأمامية مجموعة كويسين ومميزين لكن قدر طبعاً الدفاع مبارح كان في حالة تركيزة عالية جداً محمود علاء والوينش وعبد الشاف مبارح يعني كنت يعني من المباراة الرائعة تنصر الخبرة برضو يعني بالزبط يعني إحنا سعاداء ويتمنى إن هو ده يبقى الأداء لعيب الناس الزمالك الزمالك داخل على المرحلة تانية بعد هما ليس طبعاً الزمالك وطبعاً والآله هما دلوقتي من أفضل تمام الفرق فأفريقيا بواقع النتائج طبعاً أستاذ عادل الناس مبارح كانت في غاية السعادة الحقيقة ولو جي تنسب الفضل حنسيبه الناس كتير قيادة فنية محترمة جداً لعيبة أداء رجولي نفذوا التاكتك بشكل منطقي جداً الجمهور المصري والزمالكاوي اللي كان